كشف وزير المهارض المائي مهدي رشيد الحمداني عن اتفاق دولي ينص على ضمان حصة العراق المائية من المنبع بينما أكد الوزير تأمين حصص المياه الكافية للموسمين الشتوي والصيفي وتوقع الحمداني قيام اللجنة الاقتصادية في بجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة باتخاذ حزمة من الإجراءات من بينها تفعيل جباية وجور الري من الفلاحين والمزارعين وتشكيل لجين مشتركة وزارية ومحلية لرفع التجاوزات